الفقرة دي كلها رياضة ومخصصة لعشاق كرة القدم والرياضة بشكل عهم هنبتديها مع الأخبار الرياضية مع ليندا ونرجع لحضراتكم مرة تانية شكرا يا حسام وأكيد هنبتدي يا حسام أخبارنا الرياضية مع الاستعداد لمباراة الأهلي والترجي التونسي إن شاء الله اللي هتقام بكرة بيتسو موسماني المدير الفني للأهلي أعلن عن قيمة الفريق اللي دخلت في معسكر مغلق عشان الاستعداد لمباراة الترجي التونسي بكرة في لقاء العودة في دور نص النهائي بدوري أبطال إفريقيا القيمة ضمت محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شبير ومحمود وحيد وأحمد رمضان باكم ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بنون وحسين الشحات وآليو ديانج وعمر السلية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشا وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونير أجايين الفرنسي باتريس كارتيران المدير الفني للزمالك طلب تصعيد محمد حمدي مدافع موليد تسعة وتسعين وأحمد محمود الباك اليمين لموليد الفين وتلاتة لصفوف الفريق الأول وبلغ كارتيران رئيس قطاعات الكرة طارق يحيا بتصعيد اللعيبة عشان يشاركوا في التدريبات الجماعية للفريق فريق سلة الزمالك فاز على الاتحاد السكندري بنتيجة أربعة وسبعين تسعة وستين في تالت جولات الدور النهائي من دوري سوبر السلة اللي بيتلاهب في صالة حسن مصطفى بمدينة ستة أكتوبر عمر العربي وجانا هاني وزينة إبراهيم لعيبة المنتخب الوطني للجنباز اتأهلوا لنهائيات بطولة كاس العالم للجنباز الفني اللي بتتلاهب في العاصمة القطرية الدوحة وتأهل عمر العربي على جهاز العقلة وزينة إبراهيم اتأهلت على جهاز عرضة التوازن وجانا هاني اتأهلت في منافسات الأرضين كيميخ نجم المنتخب الألماني وفريق بارن ميونخ قال إنه متفائل بمباراة إنجلترا في المواجهة اللي هتتلاعب ما بينهم يوم الاثنين اللي جاي في أقوى مواجهات دور الستاشر من منافسات أمم أوروبا يورو 2020 وقال كمان إن مفيش أفضل من مباراة هتجمع بين ألمانيا وإنجلترا احنا متفائلين لأننا أظهرنا أداء جيد ضد منتخب البرتغال عندي تطلع كبير ألعب في مواجهة إنجلترا وأتمنى نحقق النجاح والفوز في المباراة منتخب إيطاليا بيواصل استعداده القوي لمواجهة النمسا بكرة ضمن منافسات دور الستاشر في يورو 2020 ولعب المنتخب واتدرب تدريبات بدنية قوية ده غير المحاضرات الفنية تحت قيادة المدرب روبرتو منشيني عشان يكونوا جاهزين كويس لمواجهة النمسا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوافق إنه يلغي قاعدة احتساب الهدف برا الأرض بهدفين في حالة التعادل من كل المسابقات الأوروبية وده هيكون من بداية مسابقات الموسم اللي جاي خصوصاً إن العادة المتعارف عليها تطبيق قاعدة احتساب الهدف برا الأرض بهدفين من سنة 1965 في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في حالة تعادل فريقين بالنتيجة الإجمالية في مباراة الذهاب والعودة في الأدوار الإقصائية وزارة الصحة في أسبانيا أعلنت بشكل رسمي الموافقة على رجوع الجماهير لملاعب كرة القدم وكرة السلة وأكدت الوزارة فك القيود على حضور الجماهير لكن من غير ما يحدده نسبة الحضور بالكامل في الموسم اللي هيبدأ في شهر أغسطس اللي جاي وبكده مشاهدينا خلصت أخبارنا الريادية دلوقتي هنرجع له حسام والجمانة عشان يستكملوا بقية فقرات صباح الخريمة ليندا بشكرك شكرا جزيلا